قطعة بحرية بريطانية جديدة في الخليج العربي بعد يوم من إعلان لندن إحباطها لمحاولة إيرانية بالسيطرة على إحدى ناقلات النفط البريطانية في المنطقة الفرقاطة منتروز التي أحبطت محاولة الأمس كان مقررا لها أن تغادر موقعها للصيانة إلا أن لندن قررت استبدالها بالمدمرة دانكان في إجراء استثنائي بريطانيا بررت الخطوة بسعيها للحفاظ على وجود أمني متواصل خصوصا بعد تهديدات إيرانية بالإضرار بالمصالح البريطانية بعد اعتراض المملكة المتحدة لناقلة نفط إيرانية في ماضي قجبل طارق لندن أكدت أيضا أنها مستمرة في المشاورات مع الولايات المتحدة لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة كما حفت النظام الإيراني بوقف التصعيد وزير الخارجية البريطاني جريمي هانت أكد أن بلاده من جانبها لا تسعى للتصعيد وأن الخطوات البريطانية ما هي إلا رد فعل بحسب المراقبين شهدت العلاقات بين لندن وطهران أكبر انتكاسة منذ إقرار الاتفاق النووي عام 2015 بسبب التهديدات الإيرانية المستمرة كما يتوقع أن يزداد التوتر إذا تمكن بوريس جونسون من حسم منصب رئيس وزراء بريطانيا إذ يؤيد الموقف الأمريكي الصارم إزاء إيران كما أعلن استعداده لإعادة العقوبات عليها